أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تكامل آلية العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا مع تطوير نظم الريء والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنأول متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة ويتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين فضلا عن المساهمة في استعادة الوجه الحضرية للعاصمة وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات وذلك على نحو يصهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محليا والحد من الاستراد وتوفير العملة الأجنبية كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة وذلك لإعداد كوادر بشرية رفعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أركان حرب طارق زغلون رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات وأيضا اللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة وصرح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد وعبر صفحته الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك قال الرئيس السيسي أهنئ شعب مصر العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد داعيا المولى عز وجل بأن يكون هذا العام عام خير ورخاء ومحبة وسلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع احتفل المصريون ببدء العام الميلادي الجديد وبهذه المناسبة أضاء البرج العيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة أنواره احتفالا بالعام الجديد كما أضاء برج القاهرة أنواره مع العد التنازلي احتفالا بالمناسبة بالإضافة لعروض الألعاب النارية المصاحبة للاحتفالات قال الجيش الكوري الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو بحر اليابان باتجاه شرق شبه الجزيرة الكورية في الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد وقال تهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن الصاروخ الباليستي قصير المدى أطلق من محيط العاصمة بيونجيانجا ونقلت وكالة يونهابل للأنباء عن جيش كوريا الجنوبية قوله أن الصاروخ حلق لمسافة بلغت نحو 400 كم قبل أن يسقط في البحر وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من 24 ساعة على إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية اعتمدت كورواتيا لعملة الأوروبية الموحدة وألغت الإجراءات الحدودية أمام حامل جوازات السفر الأوروبية ودعت الدولة الواقع في منطقة البلقان عملتها الكونا لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو كما انضمت البلاد إلى منطقة شنجن التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بلا تأشيرات بين دولها التي ارتفعت عددها بدخول كورواتيا إلى 27 دولة عزز أرسنال صدارته للدور الإنجليزي الممتاز بفوزه الثمين على مضيفه برايتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثامنة عشر من البريمير ليج بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 43 نقطة معززا صدارته للدور بفرق سبع نقاط عن منشستر سيتي صاحب المركز الثاني لما تجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثامن مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل